اليوم السوداني هو ليس السوداني بالأمس للأسف الشديد هناك بعض القرارات التي اتخذت قد تكون بالإكراه أو بالجبر أو بالتوافق أو بالمحاصصة ولكن لا يعذر الرجل بهذا الموضوع لأن الأمور سوف ترد سلباً عليه وعلى سمعته وعلى عمله وبالتالي أنا أعتقد أن من يحاسب يحاسب رأس الهرم في الحكومة اليوم هناك تخبط في قضية الدولار هناك تخبط في قضية الاختيار أنا أعتقد الاختيار الأخير لمحافظة البنك المركزي كان سيء جداً وغير مدروس وأعتقد هناك جهاز سياسية ضغطت على السوداني أو أقنعت السوداني هناك ملفات وشبهات فسياد كثيرة جداً قد تكون غير حقيقية لو تم إجراء التحقيق ولكن لا يوجد هناك تحقيق حقيقي ومن الممكن أن يقود أنا أسمي بيت المال بيت المال الدولة العراقية رجل آخر بعيد كل البعد عن الشبهات بعيد كل البعد عن الشو التي من الممكن أن يحدث من هنا وهناك داخل مواقع التواصل لإرباك العمل المالي التخطيط والاستراتيجية المالية الابتعاد عن اختيار الأسماء للأسف الجديد التي عليها بعض الشبهات عليها قد تكون واقعية أو غير حقيقية ولكن أنا أعتقد أن الدولة العراقية ما قصرت ولا قصرت ولا عقمت عن أن تنجب رجالات من الممكن أن يقودوا المرحلة الحالية والقادمة في قضية ترتيب وضع بيت مال المسلمين وقطع عيدي جميع السارقين وكذلك التسوية بين العبد والفقير وبين الحزب والمقرود يعني معي الناس المقاريد أقول فقير أقول مغلوب على أمره أي تسمية شوف أستاذ نجم خليها أنت جنابك وخلي المتلقي خليها يعني المظلوم المهتظم المختصب الحقوق طيب يا عبد الله لديك إشكاليات واضحة حتى في نبرة صوتك على الترشيح السيد محافظة البنك المركزي خلافا لقاعدة المرجعية المجرب لا يجرب وقلت عبارة أنهم ضغطوا أو أقنعوا السوداني بإعادة تغيين مرة أخرى في أزمة كهذا إذن هنا السوداني يسير بقناعاتهم أم يشير بقناعاته أم يمزج بين القناعتين أنا أعتقد باعتقادي يعني مو بحكم اليقين بحكم الاعتقاد بأن السوداني الآن لا يسير بقناعاته لأن كنا قريبين عن السوداني وهو أخ وصديق محترم وأنا أعرف عمله من كان عضو مجلس نواب وكذلك شاهدت من كان وزير في أحد الوزارات عالج الكثير من الأمور ولكن حتى بذاك الوقت غيب وغلب عليه في كثير من الأمور ولكن يعني أنا أعتقد الرجل عندما وصل لأعلى سلطة إدارية وسياسية وأمنية وعسكرية أنا أعتقد لا يمكن أن يعذر في قضية مهمة جدا هي في إعادة الكل يعرف بأن آخر مخرجات الإطار هي السوداني أنا قلت بالأمس قلت بأن الدولار سوف يغرق الإطار وقلت بأن الدولار سوف يحرق ما تبقى من الثلثين تعرف الإرهاب أغرق وأحرق الثلث والثلثين من الممكن أن يغرقها ويحرقها الدولار فعلى الجميع أن يدعم السوداني أن يجعل السوداني يفكر بعيدا عن التفكيرات الجانبية من هنا وهناك حتى يتحمل المسؤولية كاملة وأنا أعتقد لديه من الحلول الكثيرة يعني اليوم مثلا البارحة كان سعر الدولار وصل إلى 153 واليوم صعد 163 الناس قالت كأنما لعبة من الحكومة تهمت الحكومة بهذه اللعبة حتى تجمع الدولارات وكذا وهكذا أعتقد هذا قد يكون غير حقيقي غير صحيح ترجمة نانسي قنقر